اشتركوا في القناة سنوات من الكفاه أصبح المغربي الوحيد في الفرقة الأمريكية المعروفة Overnight إنه الشاب مغربي إلياس حسناوي المعروف بإسم إليا إلياس مرحبا بك معنا في 360 من مدينة الريباط العضو في الفرقة الموسيقية الأمريكية الشهيرة Overnight كيف كانت هذه الرحلة؟ كبرت في مدينة الريباط بالضبط في أقدال كبرت مع الأم ديالي والأب ديالي وخوي صغير سوفيان أختي صغيرة لنا كنت كل الصيف كنا كمشيو كمشيو أمريكان كنجون هنا أمريكان في مدينة بوستن عندي الأم تاني ديالي هي أم أدوبتيف ويعني كنا كنديرو ديزاري غوتور شهرين تلشهور تاسع في درنالة جيل 17 عام مشي رجلت الأمريكان كمشيو بخبرة من جيش لهناية بديت المدرسة ديالي في سيلم سيلي الونيفرسيتة للي الونيفرسيتة لالسيلم سيلي بدئت كنت كدّك صاش كنت كنت دي الموسيقى، كنت قرأة و كنت دي الموسيقى أو مممتون. هي اللا باسعون دي الموسيقى بداش مني كانش عندي مني كون صغير كنت دي ما كان غني خمسطاش العام كان الأب تلي دخلنا في واحد الصندر كولتوري الروس في الريباط في أكدال و منش ما صافي كمش كالعب كنت دي لغيتار و كانغني و كانصايب دي كوفر و فيديواش كنحطم في يوتيوب و الناس فيمشي كي يعجبون من الحل و كيقولي بأن عندك أن تكمل كنش كنديدين ملوز اوديسيون برامي شهيرة بحال The Voice, America's Got Talent باقا اقل The Voice كنش كنش ديش معامل موحد اوديسيون مشينا نو يورك و اذا كساش كن ما كانش عندي الفلوس بزر باش مشي نخلص الوتيل و مشي الطيارة كنش تلكار من بوستن نو يورك خمسات السوايع مع الوحدة الليل كحتنا مع الخمسات الصباح كنبقى في نو يورك في تايم سكور كننظر تكشب لأوديسيون و الوديسيون كانو هو ما شنو كيقولو Open Call Audition يعني كل شي اللي بغاية الوديسيون كي يجي صافي كن ناربع علاف واحد نهار كامل شمية السوايات كن ما كتدادة كونيكسيون كتطاق الناس اللي عندهم نفس الباسيون اللي معا كنتي اياه كندخلو الواحد البيتش كانو كدخلونا ثلاتين واحد كنكونو احنا في البيتش وكيوقفوا واحد فينا واحد بواحد كندلو عشرين ثانية كنغنيوا فيها كنبينو فيها الموهوبة اللي عندنا وفالاخر الحمدلله كنتي أنا الواحد اللي قبلوني جمعت حوايجي حضرش معاني اللي بكوني فرحاني اللي اياه وهذا وكنت اول opportunity اللي عندي في الاندوستخي وخليش كولشي في بوستن ومشي تلاس فيغاس ونقلس شهرين باش نبدأ البروجي ديال Overnight عرفنا بعد الفرقة الموسيقية اللي انت المغربي الوحيد فيها الفرقة ديال Overnight باش مشينا مع هاد جيف تيمينز باقي انا قل كنا كررنا واحد دار كبيرة في لاس فيغاس فالا بيسين جاكوزي اعطانا زعماء نعيشو بحل دي روكستار قل لنا شوفو قات الشهرين عندكم كل النهار افقد تلو خمسة سواء ديال غيبيتشيون ديال دانس موفز ديال حركة ديالشطيح وديال اغاني أمي بطو انا مشيت كعرفني وراني العضو الاول اللي هو اسمي تيو جوردن جا من كندا وهو ديجام سيني مع صوني في كندا كدير الكنتري ميوزيك وراني عاو تاني واحد العضو التاني اللي هو ايريك تاو جاي من لاس فيغاس وخدم مع واحد بروديكتور شاهي اسميو ديفيد فاستر هو اللي كي صايب للشو ديال برادو واي في نيويورك وعاربني بالعضو التالت اللي هو كايل تاوى كيكشبهم الموسيقى الليويكس اللي زاقتي استكبار وكاملين بالماناجرات ديالهم وانا جاي تمام عندي الماناجر الاولو فغيما زعمال المغربي اللي عندو اللي عندو اللي عندو الباسيون وما كيقولش ما كيخليش زعمال ما كنشداشرش كيف كنقول حنا بالعربية دخلت ما هادا ودك سكاط فغيما زعمال ما وقف معايا ووهضر عجيف مزيان وقال لي بأن ارى انا واخر مشي الماناجر ديالو كان نصحاك وننسيك جيغي لك صافي دازت بدينا في اوورناي درنا شهرين تعلمنا الموفز ديالنا كيف نقولو جابنا واحد الكوغيوغغاف اللي ومشورتها في لاس فيغاس خدم مع تادي يانكي خدم مع بسف ديال ليزارتيست حفظنا الشو كامل كنا كنفي قمعه الصباح كنسجلو الصوت ديالنا وفي العشياتين كنديرو لزيغي تاقصي ديالنا صافي منتما كنديرو كنديرو كم سنين مع الميزون دوديسية جيف وكم قون ديرو دي تور من مدينة لمدينة لمدينة بدينة في ويسكنسن ليهو كانت سولد اوت يعني قاعد تيكي تتباعو الشو التاني ديالنا تصعيب في لاس فيغاس بشي ناشى ودر دجة كبيرة باقي نعقل كندور في وسط الشارع ديال لاس فيغاس ديالي اللي هو ديستريب اللي هو في قعلي كازينو البيلاجيو في ديالباريس وكنشوف تصوار شي كبيرة ديزاف واحد للبوس ديال البوبيسيتي وكنت هنا فاخور اللي كنقول زي ما شوف ديالما من المغرب اللي هنه امريكان وهي تصوار شي هنا والناس يشوفوا بني وكل شي بدينا داك ساعت ما دلنا كننا فيغامو عايشين بحال ديستاخ اللي هو أول مرة كنش عندي لكسبيونس اللي كاتش تزك الليموزين كاتش حطك في الكازينو الكبير ديال اللي هو أورلينز وكنت بتونين دول على��اتها بين الصباح كننا كمشين يكني دلو دلنا اللي議ون ما يشره مع فوكس نوز في العشية يكني دلو دلنا realize كان دلنا اللي concerو ما ريديوه شهيرة كينا هنا المريكان لاغت لرifen اللي كان سياس معا تاني معا سي بيسب نوز كالي ساشي ان دلنا داك ساعتنا بدا كل الحالة كبير الصافاتلا ل Liber fee كل شي كاتسمع الجمور ديالكي قووت تسميطاتك والوؤمن ووؤ احساس كبير بزاف وكأنا واحد للفترة اللي كينا في الشو يقول لهم انا من كندا انا من امريكان و انا كنقول لهم اسمي شي ايليا انا من المغرب و الناس كاملين يصفقوك يقولوا مثل ميستر مراكا او احنا ما عارفش من المغرب زعما عندو دي طالان يعني شا نقول لك احساس احساس كبير و اي احساس دياله هو مني يشوف الناس كيسمعوا الموسيقى دياله و كش موفيهم كتردهم كيغوشوك سميشا كيكتسنوك بغين تصوره معاك وهذا و اذا انا احساس كبير و فخور كبير بان انا اول مغربي اللي مع واحد البوي باند امريكية و مسنية مع جيف تيمينز اللي هو تابع الجروب كبير 98 ديجريز رغم انك عود مهم في الفرقة الموسيقية الامريكية بغيت تطلق مسيرة فردية ديالك او سولو اياك ان شاء الله انا واخد يعني في البوي باند و كل شي ما زال كنحس بان في البوي باند بحالي ديقول كنين ربعات الناس يعني الصوت ديالك مشي بوحد اللي كين و انا عندي بزاف ديال الزنبيسون عندي بزاف ديال الطموحات و اصوات شتاد اللي باغين استعملت يعني في المسيرة الفردية ديالي يعني انا وخاب البوي باند مباغي نصايب مسيرة فردية و كانتش منها زعما ناخد هدك سميت والشوهرة اللي غناخد من اوورنايت و نحاول نحول هالشوهرة اللي هو اختيست فردي وعلش اللي نخدم معدي دي برويوسر اللي هما كبار بحالي عدنا راد وان او تشخدم مع تيمبليند كينين بزاف وهذا يعني يكون حلم كبير اللي هو تدخل بوحدك كده مرة في استيج بس ما تدخلونك مرة بوحدك وشوف الناس كاملين جايين و كيشوفوك معلش اللي ان شاء الله شوان نمتل المغرب و ندوز في موازينة هنا و نطلع على الترابوت المغرب موسيقى وش مغديج اقاع مغربي في الاغاني ديالك الجاية؟ في الاغاني ديالي الجاية اقاع مغربي ودي مكاين باش نقول لك يعني تمني كتسمع الالبوم ديالي اللي هو كين في الانترنت واخا كان اغني بالانجليزية كتسمع رنات مغربي ما عافش كيفلش نصر حمليك ولكن كان شي بعلمرة شي لحن كنحطوه وكن اغنيه وكسمعوه شي واحد كولي اذا لحن هذا واخا دايز بالانجليزية وعندو واحد عندو لمسة مغربية و هادي كيف كنقول لك الانترنتيتي ديالك يعني تكون مغربي وتكون مريكاني هي عندك شوش ديال الشخصيات اللي هو ما داك الشخصيات كيوليو شخص واحد اللي هو ايلي كيجمعوه وبلا الشخصيات المغربية وبلا الشخصيات الانجليزية ما نقداش بن اذا ما نوصلش للنبول اللي واصل لي دا بقى انا في الموسيقى ديالي موسيقى ماذا نصيحة اللي تقدم الشباب المغربي اللي بغي نجح في حالك في عالم الغناء احنا في امريكان النصيحة اللي غادي نعطيه هو هو لو كتو غادي تجيو فريمو خاصكم تكون بغي نتخدمهم حيات البلاد كتبغي الناس اللي غادي خدموه وكان بزاف المنافسة يعني خاصك شبين بانك انت كيف كيولينا يغاستاند اوت يعني شنو عندك انت اللي لاخر ما عندوش وكان بزاف الناس اللي عندهم تالنت ولكن ماشي سيغيو يعني لو كتنت غادي خدم بغي مخدم وبيلهم بانك بغي تتحار معهم وغادي وقفوا معاك وغادي وصل ان شاء الله إلياش شكرا على هذه المعلومات كلها وهذا اللقاء الشيء كنت من للك المزيد من النجاح ان شاء الله في عالم الغناء في الولايات المتحدة الأمريكية مجاهدين شكرا لتتابعكم هذه الحلقة وعن أعطيكم موقع جديد بأسفو الجاي مع ضيف جديد مع نايدا فوليوود إلى اللقاء